مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي تجيبوا واحد نفواخة وتعمروها بالنصف دي الماء وكيفش يعرفها انها حامل يعني غد نقدم لكم هذا النهار حكوان واحد طريقة يعني عينيا بلا ما تكون فيها طريقة الجس انا عندي فيديويات سبق ليدرتهم ان التعليم ديال طريقة الجس ان تجيبوا واحد نفواخة وتعمروها بالنصف ديال الماء ونفواخة تنفخوها وديروا فيها الماء وكد ترميوا فيها شي واحد جوج حمصات ولا جوج بلوت ولا وكدقوا تعلموا كيفاش جسوا عاد كتوليو يعني محترفين ممكن انكم تتعلموا بهذه الطريقة رعا عندي واحد فيديو خاص بهذه الطريقة اما بالنسبة لطريقة اللي جئت هاد النهار هي عينية ممكن انها غير من خلال يعني نظر الارنب ممكن او ممكن انه تهزو الارنب ولكن مشي مشيت جسوا يعني مشي الجس لا طريقة سهلة وما في حقيقة عينيا نظريا ممكن انكم تعرفوا يعني الانثى ماذا حامل يعني ما شادش ما كنقوله ما شادش مشي عو شعر اذا كان واحد القادية يعني يعني غيب العين كيفاش ممكن انكم تعرفوها الشعر ديالها يكون خاشين سبحان الله منيك تكون حاملة انتم لاحظوا ان هاد الانثى هدي شوكوا الشعر ديالها مشي املس يعني بقي مع الصغار ديالها بقي ما تتم تهمش يعني بقي كيردعو منها ولكن تقريبا اراها مفطومين اذا ممكن اننا نشوفو كما قلنا غيب الشعر ديالها اذا كانت الشعر ديالها يعني الملمس دياله خاشين عارفوها راها مشي عو شعر ولا كانت الملمس ديال الشعر ديالها فيكون املس عارفوها راها حامل بحال هادتة هيها انتم الشعر ديالها لاحظوا انها خاشين وما كتكونش مكسية مكسية بزاي في الرقبة ديالها لاحظوا مني ندورة راسها انه الرقبة ديالها دايرها بحالي منتوفة شي شوية نيكت تكون شادة الحمل راها كتكون يعني الشعر املس وما فيش واحد الخشونة والحاركة اللي بريتنا نعلم هاركم هاد النهار وهو انكم مني نتهزوا الارنب يعني الانثة دي الارنب تهزوها للسماء بطريقة انا بريكم الطريقة انها يعني بالعقل ما كتكونش كتفركل وكينا الانثة اللي كتفركل انتم اني الهزينها بحال هكا بحضو معالا هيا هيا راها شوية شوية بدت كتفركل انتم راها شوية فركلت انتم ما يعني مني نشوفوها فركلت تسمو المعنى ديالها انها هانتو هاي فركلت يلا دربة صغير برجلها مرة مرة ان يخضوها هكا يلا دربة صغير برجلها مرة عارفو بأنها راها غير حامل راها ما حاملاش بالنسبة لشوية دمة هزوش من الاذنين هزوها من ظهر ديالها من الاحسن اه يعني بالعقل انا مشيتو تبريتو تفسروا هاد هاد الظاهرة يعني علاش فركلت كتكون اه يعني ما شداش ما شي عوشار ما شي حمل ما كاينش الحمل علاش لان يمني كيكونوا شي صغار في الكرش ديالها كي تقلو عليها ما كتقداش يعني ما كتقداش الوزن ديالهم ما كيخليهاش انها تقضى برجلها كيخليوها انها حني نقولو كتكون اما خفيفة اما تقيلة مني كتكون تقيلة ما كتقدرش ما كتقدرش انها تفركل برجلها عرفوا بالليار هزيك السعرها ما شداش اه يعني اه إلا كانت تقيلة اراها ما غادش تفركل يعني راه شد الحمل اما إلا كانت خفيفة وما فيهاش ما فوستش منها هادوك الصغار من وخا كيكونوا غي صغورين ارا هزيك كيكونوا مؤثرين عليها يعني منزلين تتقل الاسفل إلا كانت ما فيها لا صغار الاول وغاد قد تفركل برجلية هاكا يعني ليش اديتوها من الظهر هاكا وهزيتوها اني قد تفركل هاكا هاكا عرفوها بالليار كرشها خاوية ونصيحة يعني موضوع الساعة احنا عارفين بالليامة ديال الحر وموجة ديال الحر حاولوا انكم مت 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 تعطيه وهاش لبدكار ها هي هادي راه فطمة الصغار ديالها ها هما الصغار دياله هما هادو ها هما تبارك الله هادو راه الصغار ديالها راه فطمتهم راه فطومي كان خليهم دا بيكبروا صافي ولكن هي نصبر عليها واحد نقولوا بيمة هي في حقيقة بيمة تفوت الموجة ديال الحر حاولوا انكم مت مت متعطيهوها شرد كار خليوا ترتاح وفي نفس الوقت انه اي لمشي تحتها حملت وكانت عوش هار في هاد في هاد المرحلة هادي راه هامني كتولدك يجيالي مراجي لديك الدم يعني الفتحة ديال ديال تناسولية ديالها ما كتبغيش تبرع وكيجيها الدم ما كيبغيش يتوقف مهم كينين حالات اللي الناس ناتوا عندهم انا الحمدلله مع مرامة ما وقعت له هاد المشكلة هادي ولكن راه كتموت مني كتولد غالبا الى ولدت في الصيف مشي الحالة لو ولدت في الجو الباني اذا حاولوا انكم تعطيهم واحد الراحة وطريقة ديال الجص الناس اللي ما كيعرفو غيخليوها هزوها هكا اولا الشعر يكون الملمس دياله كيبغيش وخاشين عارفوا الى كانت ملسة عارفوا وراها حاملة كيكتولي ملسة والشعر ديالها كيبغيش كيبغيش و المناطق الى كيكون خاوي كيعمرو عندها بالشعر بالشعر ديالها و كيبغيش عارفوا شهدها حاملة وطريقة الثانية انكم تهزوها هكا تهزوها منين شوفوها تركلت يعني خضوها واحد شوية هكا الى تركلت عارفوها ما شداش غير حاميل الى هزيتوها وخضيتوها هكا عارفو باللي عندها وحد تقل التحت ومقادراش تحرك رجليها عارفوها رهات مياه رهات شدارها حاميل اذا ببساطة طريقات عليمية بسيطة اذا الحلقة دينا هي هذه كنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا اسكيوا على زر جيم باش تسندونا اسكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة